أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصوحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قلد استطعما أهلها فاب أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال له شئت لدخلت عليه جرام قال هذا فراق بيني وبينك سونا بيك دئل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غزبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهما ينزلهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته وعنهم لذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سيتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنناه له في الغد وآتيناه من كل شيء سببا فأتسبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة وجد عين دهقما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمن يسر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سدرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادنا أفقهنا قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدرا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينهم رضما آتوني سبرا الحديد حتى إذا سوا بين الصفين قال أفقه حتى إذا جعله نرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن ينهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق بالصور فجمعناه جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء على ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل نبيكم بالأخسرين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي منقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم بأن جهنم ما كفروا واتخذوا آيات رسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسنزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان المحروم دادا لكلمة ربي لا نفيد المحروم قبل أن يفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما نبشر مثلهم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يعجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظو مني واستعرأش الشيب ولما كم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مراتي عن أقرام فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من نعني عقوم وجعله رب عضيا يا زكريا إنا نبشرك من غلام اسمه يحيا لم نجعله من قبل سميا قال رب إني يكون لي غلام وكانت مراتي عن أقرام وقد بلغت من الكبر يعتهيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكشها قال رب جعله آية قال آيتك التي كلم الناس ثلاثة ليال سويا فخرج على قومه من المحرم فأوحى إليه من يسبحه بكرة وعشيا يا يحيا قذل الكتاب بقمه وآتيناه العكم الصبية وحلانا ملتنا وزكاه وكانت تقيا وبرى بولده ولم يكن جبر عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ تبتت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من يدونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كون ذقيا قال إنما نرسل ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منه وكان أمرا مقضيا فحملته فيمتبتت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جزع النخلة قالت يا لتنمت قبل هذا وكنت نسل منسيا فناداها من دحدها ألا تحزني قد جعل ربك دحدك سني وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكولي واشربي وقرعنا فإما ترين من البشر حدا فاكولي إني نذرت لرحمن صمى فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئي شيئا فريا يا أخد هارون ما كان أبوكم رأسهم وما كانت أموكم بغيا فأشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المهن الصبيا قال إني أعبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأصواني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شقيا والسلام علي يوم أولد ويوم أمث ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله يتخذ منه والذين سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فاكن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم فاختلف الأحزام بينهم فويل للذين وكفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم مهابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحصد إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرثل ضمن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراه منه كنصد نيق النبي إذ قال لي بيه يا أبدي لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبصل ولا يغني عنك شيئا يا أبدي إني قد جالي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراط وإنسبيا يا أبدي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبدي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنذهل أرجو أنك وهجوني وليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء رب شقيا فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إساق يقوم وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في القتال موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن ونقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا قوهر نبيا ووهبنا له من رحمتنا قوهر نبيا واذكر في القتال إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في القتال إدريس إنه كان صدق النبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليه من النبيين من ذرية آدم ومن من حمل معنه من ذرية إبراهيم وإصلاعين ومن من هذين وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجة وبكيا فخالف من بعدهم خلفنا ضعوا السلاة والتمع الشرد وسوف يلقون غيا إلا من تبوا آمنوا وعملوا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون الشئاء جنات عذن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغا إلا سلاما ولا مرسكم في بكركم وعشيا تلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بيمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نفسيا ويقول الإنسان وإذا ممتنا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقنا من قوله ولم يشكه فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنة وجهتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم الذين هم أولى بها صليا وإميكم إلا واردها كان على ربك حتم مقديا ثم ننجي الذين اتقون ذا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثذا ورئيا قل من كان في الضلالة فلم يدل له رحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعدونه إما العذب وإما الساعة فسيعلمون منه شر مكانا وأضعف وجودا ويزيد الله الذين هدوا هدوا الباقية الصالحة خير عند ربك فروا وخير مرد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما له ولد أطلع الغبم اتخذ عند رحمن أحدى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذب مدى ونرثه ما يقول ويأذن فردى واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزى كلا سيكفرون بأعبادتهم ويكونون عليهم ضدى ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافين تأوزوا مزلى فلتعدل عليهم إنما نعود لهم عدى وننثه ما يقول ويأتينا فردى ونسوق المجرمين جهنم ويجد لا يملكون شفعة إلا ونتخذ عند رحمن أحدى وقالوا اتخذ الرحمن ولدى لقد اجئتم شاء الندى وقالوا اتخذ الرحمن ولدى لقد اجئتم شاء الندى ذكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق لتدخل الجبال هدى أن يدعو للرحمن ولدى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدى إن كل من في السماوات والرض إلا أن الرحمن عبدى لقد أحصاه معده معدى وكل أماته يوم القيامة فردى إن الذين آمنوا وعملوا صالحا سيجعل لهم رحمن ودى فإنما يسعونه بلسانك لتبشر به المتقين وتعند ربه قمال ودى وكم أهلك ما قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أنه تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا بمن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على الأرش استواله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ويحدثرا وإن تجهر بالقل فإنه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل لتاك حديث مساء إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنا استنارا لعلي آتيكم منها بطبس أو أجد على النار هدى فلما تهى نودي يا مساء إني أن ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طبا وأنا اخترتك فاستمع لما ينحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقب صلاة الذكر إن الساعة آتي أدنك دخفها لتجزى كل نفسه ما تسعى فلا يصد أنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وياه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصى يتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآل أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية دسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء من آية نخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فنعنا إنه طغى قال رب شرحني صدري ويسري لي أمره وحلو قد من لساني فقه قال وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشت به يزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصرا قال قد أمتي تسؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْضُ النُّهْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقَذِ فِيهِ فِي التَّابُودِ فَقَذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلْ وَلَقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ لَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُرُ فَرَجَعَنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْدَكَ الرَّعِينُهَا وَلَحْزًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنْ الغَمِّ وَفَتَلْنَاكَ فَتُونَ فَلَبِهْتَ سِلِينَ فِي أَلْهِ مَدًا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَنِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعَتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنْ تَوَاخُكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْهَبَا إِلَى فِنْعُونَ إِنَّهُ ضَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ إِذَكْرًا يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافَ أَنْ يَفْرُضُ عَلَيْنَا أَوْ أَوْ أَنْ يَدْغَى قَ فَأَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ نَعْسِلْ مَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَتْعَذِّبِهُمْ قَدْ جِئْنَا كَبِآيَاتٍ مَا رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا الرَّبُك الذي جعل لكم العظم أهدى وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء قال علمها عيد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم العظم أهدى وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء فأخذنا به أسواجا من نبديشة تقولوا ورعوا النعمكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نحيدكم دارة أخرى وَلَا قَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَبَا قَالَ جِبْتَانَ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِ فَجَعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعَجًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانَ سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَى فَتَوَلَّى فِلْعَنُ فَجْمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ تَقَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْنَسَ وَيْنَسَوَيْنَكُمْ لَا نَذَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِدَكُمْ بِعَذَابًا وَقَدْ خَابَ مَنِفْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَيَسْرُنَجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَا لَسَاحِرًا يُرِيدَانِ أَنْ يُحْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِزِحِيمَ وَيَذْهَبَ بِطْرِيقَدِكُمْ المُتْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ تُصَفَّى وَقَدْ أَفْلَحَ اللَّوْنِ السَّعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إ أَمَّا دُلْقَ وَإِمَّا أَنَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعْجَةِ فِرْعُونَ قَالَ بَلْلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيَهُمْ يَخَيُّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ مَنَّذَ سَعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ أَخِيفَةً مُوسَىٰ قُلْ لَا لَا ذَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلَى وَأَلْقِ فَامِيَا فِي نَفِي 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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْذُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلُحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُسَىٰ وَلَا أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَّا أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي أَعْلُّكُمُ الَّذِي أَعْلُّكُمُ سِحْرُ فَلَأُقْطِعَنَّا أَيْدِيَاكُمْ وَأَرْجُولُكُمْ مِنْ خِلَافِهُ وَلَا أَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلُ وَلْتَعْلَمُنَّ يُنَاشَدُ عَذَابًا وَابِقً قَالُوا لَنْ نُؤْتِرُكَ عَلَى مَا جَانَ مِنَ الْبَجْنَةُ وَالَّذِي فَطْرَنَا فَقْضِي مَا أَنْتَقَادِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا أَبَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَابِقًا إِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُدِلِ مَا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِي مُؤْمِنًا يَنْقَدْعَ مِنَ الصَّالِحَةِ فَأُولَيكَ لَهُمْ دَرْجَةٌ عَلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي بِدَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ وَمَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى النَّسْرِ بَعِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَتَخْشَاءُ فَأَتْبَعُوا فِرَعُونُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مَا غَشِيَهُمْ وَظَلَّ فِرَعُونُ قَوْمُهُ وَمَاهَدَى وَيَا بَنِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوبِكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ وَالنَّسَلَّا كُلُوا مِنْ طَيِّبَةِ مَا رَزَغْنَاكُمْ وَلَا تَضْرَقُوا فِيهِ فَيَحْنِلْ عَلَيْكُمْ غُضُبِهِ وَمَنْ يَحْنِلْ عَلَيْهِ غ فرجع موسى إلى قومه غبنا سفا قال يا قومي ألم عيدكم ربكم عدا حسنا أفطان عليكم العهد وأمرتم من يحلا عليكم وضبهم من ربكم فأخلفتم موعده قالوا ما أخلفنا موعدك من ملكنا ولكننا حملنا وزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عيلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم غر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتيتوا به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم غلوا لتتبعني أفع صيد أمري قال يا بنا أم لا تخذ من يحيط ولا بعصي إني خشيت عند قول فانغد بين بني إسرائيل ولم تلق بقولي قال فما خطبك يا سامري فقال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثنى رسول فنبدها وكذلك سولت نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة عند قول الأمساس وإن لك موعدا لا تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أمباء ما قد سبق قد أهدئنك من لدن ذكرى من نعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة الزرى خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المزرمين يوم يذن زرقى يتخافطون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم مما يقولون إذ يقولوا أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عجو ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعك الأصوات للرحمن فلا تسمعه إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدل الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما من ومن يعمل من الصالحات وهو مؤليون فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآن عربي وصرفنا فيه من عب لعلهم اتقون أو يحديث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقرآن بشأن علما ولقد عهدنا إلى آدم من قول فنسى ولن نسيد له عظما وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوزك فلا يخجن لكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال أهب يضع منها جميع بعض القيامة عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصرا قال كذلك جدك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من الصفال من أمبيات ربه والعذاب الآخر يشد وامق أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قولهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات اللي أرنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجد مسمى فاصبر على ما يقول وسبح بعمل ربك قبل طور ع شمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرافنه لعلك ترضى ولا تمد النعين كي لا ممتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك من الصلاة وسط من عليها لا نسألك رزق نحن نرزق والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتين بآية من ربه أولا بدأته بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أوصلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن زهر لأخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم